اشتركوا في القناة طبعا تشمل دروس الرابع والخامس والسادس من الوحدة السابعة نشوفوا مع بعضنا الأسئلة السؤال الأول يقول لي أنا They didn't stay for dinner because يعني بمعنى هم لم يبقوا للعشاء لأنهم عليش هل نقول She knew she would be traveling أو You will get there on time أو They were having dinner with a friend أو I thought I would be a pilot يعني فيه حتى من خلال اللي في الموجود في الجملة اللي هو They بالتأكيد الإجابة هي C وهنا طبعا هم يعني نحن نستخدمه في Future in the past باستخدام Past Continuous اللي هو استخدمناه بدل Present Continuous بتاع Fixed Arrangements هما كانوا عندهم موعد ثابت متبتين يعني عندهم عشاء مع صديق لذلك هم لم يبقوا للعشاء إذن الإجابة هي C لم يبقوا للعشاء لأنهم كانوا يتناولون العشاء مع صديق أو كانوا سيتناولون العشاء مع صديق يعني هنا نحن كيف ما قلنا الفكرة شرحناها إننا نحكو علي Future in the past بس باستخدام Past Continuous بدل Present Continuous يعني الـ verb to be هذه درناها Where بدل are نشوفوا السؤال الثاني In my old job أيضا نحكو على الماضي هنا My shift اللي هي الفترة العمل المتاعي أو الوردية زي ما نقول بلاجتنا يعني أو المناوبة تمام منوابتي نقط Add 6 Every Wednesday And I worked until 9 وعملت حتى ساعة تاسعة معنى نحن نحكو في الماضي هنا ونحكو علي جدول زمني الجدول زمني نستخدم مضارع البسيط لكن في Future in the past نستخدمه الماضي البسيط وين الماضي البسيط Starting لأ Starts لأ Have started لأ Started هي هذه الصحيحة جدول زمني ونحكو في الماضي معنى نستخدمه الماضي البسيط بدل المضارع البسيط اللي هو يحكي على الجدول الزمنية نشوف السؤال الثالث The volunteer promised the children he وعندي هنا فراغ Back the following week الأسبوع التالي المتطوع وعداء الأطفال بأنه سيعود الأسبوع التالي هل نقول هنا has been طبعا لا would be أو was أو is الإجابة الصحيحة هي would be اللي هي تعتبر future symbol in the past لما نتكلم على predictions تمام إذن هي الإجابة الصحيحة would be السؤال الرابع I went to the library ذهبت إلى المكتبة at 9 o'clock الساعة التاسعة تماما but when I arrived ولكن عندما وصلت I saw it يعني رأيت أنها نقط نحن نحكو على مكتبة ومكتبة عندها موعيد ثابتة تمام إن هي مازال ما فتحتش النية هتفتح الساعة عشرة يعني عندما وعد ثابت المكتبة تمام فهنا نحن هنستخدم المضارع البسيط ولكن بفكرة future in the past لأن هنا قال لي I went وهنا قال لي I arrived ما أنا في هل نقول won't open أو نقول will open أو didn't open أو doesn't open طبعا هي الباسيط اللي هي didn't open اللي هو future in the past باستخدام الباسيط بدل الباسيط السمبل طبعا السؤال الخامس من الشرح الفاسيط في future in the past عندما نتحدث عن الماضي نحن 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 كيف كان الماضي لزمن المستقبل في ذلك الوقت لقيام بهذا بهذا الشيء يعني we use the وهنا خلى لي نقط of the appropriate future tense للزمن المستقبل المناسب فنستخدمه هنا سيغة شنو هل نقول present form أو future form أو past form أو present continuous الصحيح طبعا نحن نستخدمه سيغة الماضي لزمن المستقبل المناسب تمام we use the past we use the past form of the appropriate future tense هكي نكون ننتهينا من هذه الحلقة نستمر الحلقة القادمة إن شاء الله في حال بقية الأسئلة شكرا للمتابعة والمشاهدات أتمنى التوفيق للجميع تقبلوا تحياتي الأستاذ فلاش بلديرك